سيدي رئيس الحكومة السيدات والسادة أصحاب المعالي من الحكومة الإسبانية ونظيرتها المغربية اسمحوا لي في البداية أن أشكر كلمة التي تفضل بها صديقي عزيز زقنونش وأيضا الضيافة والحفاة التي أختصون بها في هذه المدينة الرباط التي تأكس العلاقات العميقة بين المملكتين وأيضا بين الشعبين والشقيقين اليوم كما قال السيد رئيس الحكومة في هذا الاجتماع رفيع المستوى نفتح مرحلة جديدة في العلاقات الإسبانية المغربية نعتقد أنها بوعي بالمسؤولية والعمق التاريخي وأيضا بالإمكانات الهائلة التي ما زالت قائمة ويمكن استغلالها وهي تتجاوز الجوار وبالتالي هذا سيكون لفائدة ومصلحة الشعبين وسنرى إذا كنا قادرين على العمل معنا هذا الاجتماع رفيع المستوى يتميز بحيث أنه ليس فقط أول من نوعين منذ ثماني سنوات لكن أيضا لأنه يكرس إعلان أبريل الماضي ويمثل أساسا للعمل وذلك انطلاقا من قناعاتنا بالنسبة للعمل المشترك الذي أماننا وقد تطرقتم إلى ذلك نحن التزمنا في البداية بالشفافية وبالتواصل المستمر والحوار وليس الأفعال القائمة وأيضا نحن أكدنا على سريان كل الاتفاقات المبرمة بين الجانبين والتي كانت بمثابة أساس لعلاقاتنا سواء على صعيد الحدود أو على صعيد التعاون المتقدم وهذا كله في إطار الإعلان أبريل الماضي وهذا أيضا يشمل تفعيل معاهدات الجوار الحسن والتعاون التي تطرقنا إليها وفي النهاية نحن نتزم بالتزام للاحترام المتبادل كما قال السيد رئيس الحكومة حيث أن في خطاباتنا وممارستنا العملية والسياسية سنتفادى كل ما يمكن أن يزعج الجانب الآخر ولسيما بالنسبة لسياداتنا في هذا الإصاس على هذا الأساس القوي فإننا نلاحظ كيف تمت بلورت كل الالتزامات التي أخذنا على عاطقنا في 7 أبريل 2022 وذلك أيضا انتلاقا من قناعة أن الفرص التي أمامنا ستساعدنا على مضاعفة التقدم وذلك إذا استفدنا منها بشكل مهم ولهذا فإن الإعلان الذي أمامنا نقوم به اليوم هو في إطار أجندة عمل تطمح إلى الدفع بعلاقاتنا الثنائية بشكل متوازن وجدي وهذا يشمل في البداية محوار مكثف على الصعيد السياسي وأيضا على الصعيد الأمني وفي إطار آليات لتتبع تنفيذ ما اتفقنا عليه من جانب آخر هناك شراكة اقتصادية متقدمة وهي طبعا تطور مشاريع للاستثمارات الجديدة وذلك لمرافقة المسيرة الرائعة للتطوير والتحديث التي يقوم بها في المملكة المغربية وأنا مصرور جدا بتجربة التي تم القيام بها في 27 يناير الماضي في الجمارك على صعيد الجمارك في السبتة وامليليا وسنقوم بتجارب وتقدم تدريجي في هذا السدد وفي نهاية المطاف هناك شراكة جديدة لتعميق العلاقات الاجتماعية والثقافية وهو أمر حيوي حيث أن مجتمعاتنا تطلب مننا أكثر من بالنسبة لحركة التنقل والتكوين والتربية والتعليم وذلك في إطار مقاربة بالنسبة لقضايا أخرى مثل الهجرة وهو الأمر الذي عهدنا على القيام به وكما قلت من قبل فإن الحرب في أوكرانيا وعدم استقرار الذي يعصفه بعدة مناطق في العالم كل هذا يدفعنا إلى الطموح إلى نظام عالمي أساسا على القواعد الشافة وطبعا نحن سنعمل على ضوء التدعيات الجسيمة التي انبثقت ترتبت عن هذه الأزمة ونحن نرى كيف أن مملكة المغرب سيدي رئيس الحكومة تميزت بهذه الشراكة المتقدمة مع الاتحاد الأوروبي وفي هذا الصدد فإن رئاسة إسبانيا للمجلس الأوروبي سيمثل فرصة للدفع بهذا على صعيد الكمي والكيفي ولهذا فإننا نشد على أيدي المغرب لكي نتعاون معا في هذا السياق وفي هذا المصار علينا أن نعمل في عدد من المجالات الملموسة وذلك كجسر بين الأوروبا وإفريقيا علينا أن ننصق سياساتنا العمومية وذلك لتحسين التواصل فيما بيننا وبين مناطقنا وأيضا لتحسين الرقمنا وتسريع التعاون في مجالات مثل الطاقة وذلك بشكل مستدام سيداتي وسادتي أصحاب المعالي في نهاية كلمتي أريد أن أؤكد مرة أخرى على التقدم المنسجم في جميع المجالات ورهاننا على مزيد من الحوار السياسي والاستثمار والتواصل والتنقل بين مجتمعين هذه هي الأهداف التي رسمناها في هذه الزيارة وأيضا في الزيارة التي قلت